وقف غلط وقف غير مركز تبديل رمضان صبحي رمضان صبحي هذه التبديلات خلاص أمبلا خارج صاحب الكنسية الجلجيكية لكن هو فرنسي ونازل مكانه 27 بويان بويان مكانه اللاعب الاسباني التبديل الثاني في العشر دقاق الأخيرة خروق ديوف ونزول رمضان صبحي رقم 32 كده تنشيط هجومي صريح كده واضح ان مارك هيوز خلاص بيكفع بكل أوراقه الهجومية في هذه الثلاثين بديلا لأمبلا بويان وبديلا لضيوف رمضان صبح أجرى مارك هيوز التلات تبديلات تحضير في نص الملع كرة تعود لستيكلنبير كرة رمضان على التنفيذ محاولة البحث عن التعادل وضربة رأس ومحاولات هذا الرمضان رمضان يمر لبويان مقطوع التمرير ليس قائمة المحاولة ليس تاني ألن ألن والمحاولة والتصويب القوية لكن تصدن بأقدام وبكأس الرابطة هذه رمضان صبحي فقط الثقة في النفس والانسجام سيكون له دور كبير جدا في كرة القدم الأوروبية رمضان رمضان صبحي يا ولد اللاعب بيعاد رمضان بمهاراته العالية طبعا هو لعب من اللاعبين المتمازين في الأطراف رمضان يحضر الكرة إلى بيتر زي بيتر زي لعب العرضية محاولات التعادل محاولة التعادل فرصة تضيع 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 وتتشكت الكرة من الدفاع الأزرق لإيفيرتون إلى رمي التماس عامل مباراة جيدة أحد الكرة هذه محاولات أمامية والكرة العرضية ولكن الحارس ستيك لينبيرج بيشتت ستيك لينبيرج في اليسار إلى بايت يمرر تمريل أمامية طويل للثاني هذه محاولة أمامية تاني ناحية اليسار تصل الكرة إلى بيترز بيترز والمحاولة كرة تعود إلى جيوف كاميرون جيوف كاميرون يلعب الأمامية طبعا عند 31 سنة أمريكي خمس مواسم مع الفريق من فريق خيوز سندينمو هذه محاولة إلى بيترز بيتر إلى رمضان رمضان صبحي رمضان لازم يكون في تحرقات بيوف يحضر الكرة تصل الكرة إلى بويان إلى أرنوكوفيتش أرنوكوفيتش والأمامية سهلة جدا سهلة جيفش بلوه هجومين طبعا لبسبب يعني التمركد الإنجليزي بعيد كل البعض ولذلك محتاج وقت للتأقلم والإنسجام سيكوننا وليسه تمام شامد صغير 19 عاما هذه عرقلة وضربة حرة مباشرة الثواني لا كنا مشاهدين من الوقت الأصلي لشوط المباراة كالأو عصبية قاردس عصبية لعب ستوب سيتي عصبية بدون فايدة وبدون داعي وفي النهاية هدف مقابل لأشيء لكن السؤال وبين بيتراين هذا الهدف وضربة الجزاء صحيحة أم لا فيها شك كبير جدا أنها غيرها ضربة حرة مباشرة اللقطات الأخيرة